احبتي في المسيح حييكم بتحية السلام والنعمة سلام المسيح لكم وعليكم اليوم حنبدأ سوى بفقرة جديدة عطرة من تعاليم المسيح وحنسميها خلك مع المسيح من خلال هذه الفقرة حنشوف سوى تعاليم المسيح وكيف تقدم حلول ناجحة لكل جوانب وتحديات الحياة اللي نواجهها في فقرة اليوم حنتناول سوى أول هذه الفقرات وحنعطيها عنوان رحمة للذبيحة طبعا هذا العنوان مأخوذ من قول المسيح في متة 9-13 ومتة 12-7 والمسيح بهذا الكلام يأكد على تعاليم النبي هوشع من العهد القديم موجودة في هوشع 6-6 وهذا يأكد لنا بأن المسيح ما جاء علشان ينقض الشريعة ولكنه جاء علشان يكمل الشريعة ويعطيها معنى لما نسمع كلام ربنا وانطيعه زمان كان الإنسان يقدم الذبيحة لله عرفان وشكر له ولكن مع مرور الوقت صارت الذبيحة مثل الواجب ما لها اي معنى لما المسيح قال أبي رحمة مش دبيحة يعني هو يقول لك أنا أبي قلبك قبل ما تحط قدامي ذبيحتك إيش أبي بذبيحتك وانت تكرهني وتتكلم عني كلام بطار الدليل هو أن المسيح قال بعد هذه الآية أنه جاء علشان يدعو الخطاء للتوبة ومش الأبرار وعلشان يدعو خطاء كان لزوم يجلس معهم ويكلمهم وهذا اللي خلى بعض المتشددين بالدين والمطوعين ينتقدون المسيح لأنه يخاوي الخطاء ويجالسهم ولهذا السبب تلاقي المسيح قال أنا أبي رحمة مش دبيحة ما أبي دبيحة ولا أبي عبادات شكلية باللسان وحركات بالجسم من ركوع وسجود ولكن القلب بعيد كل البعد عن الله ومن مظاهر تطبيق هذا المبدأ تلاقي أن الإنسان كان يقدم الذبايح علشان ربنا يخفر له ذنبه طيب واللي ما عنده فلوس يشتري ذبيحة ايش يسوي بنفسه مش ربنا مدح الأرملة اللي تبرعت بفلسين بس اللي انها تبرعت بكل فلوسها الغنياء كانوا يتبرعون بفلوس أكثر ولكن من طرف الجيب زي ما يقولون هذه القصة موجودة بلوقها 21 الآيات من 1 لأربعة فكر فيها ربنا يدعو الخطاء للتوبة وقبل ما تقدم ذبيحتك اليوم كن متأكد فإن قلبك مستعد وإنك فعلا هذا هو اللي تبي تسويه مش إنك تسويه غصبا عنك رحمة لا ذبيحة يعني ربنا بإيمان يؤدي إلى أعمال ومش أعمال بدون إيمان طبعا حننا نعرف أنه الذبيحة كانت ترمز للمسيح وكان الناس يقدمون الذبيح علشان ربنا يغفر لهم ذنبهم ولكن لما جاء الأصيل يسوع المسيح اللي هو المسيح نفسه وقدم نفسه ذبيحة علشان خطايا البشر خلاص ما في داعي من الرمز لأن الأصيل جاء الأصيل جاء بنفسه وأكمل المهمة مهمة الخلاص على الصليب وزي ما هو برهن لك حبه ومات علشانك على الصليب هو يبيك تحب الآخرين وكل شي تسويه بمحبة الرحمة لذبيحة ربنا يبيك تعبده بالروح وبقلبك تحبه ومش بالحركات والطقوس ربنا يقول محبة القريب كان نفس أحسن من كل المحرقات والذبايح مرقص 12 33 مهم جدا أن تكون المحبة من القلب مش تعطي خويك هدية أو تزور مريض أو تقوم بواجب العزة بس علشان هذا واجب ولكن نسويها محبة والمحبة من الله طيب بس نحب القريب طيب والبعيد والغريب ايش نسوي معه محبة المسيح تمتد لكل البشر مش هو اللي ضرب لنا مثل السنة السامري اللي سعد رجال مش من دينه ولا من مذهبه لما نتعرض لللصوص وسرقوه وتركوه وضربوه ما أحد ساعده ولهدولة اللي من نفس دينه ولكن السامري ساعده القصة موجودة في إنجيل لوقا الأصحاح عشر ربنا ربنا مدح هذا السامري المدح الصحيح روح سوي نفس الشيء مع خويانك علشان يفرح فيك المسيح وبركة يسوع المسيح معكم جميعا من الآن وإلى الأبد آمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أهلا وسهلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في الفقرة الأولى من فقرات سعودي مسيحي ونبدأها باسم الإله الواحد المحب السلام الرحمن الرحيم خالق السماوة والأرض ما يرى وما لا يرى وببركة سيدنا ومخلصنا يسوع المسيح له كل المجد القائل سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب فسلام المسيح معكم أحبتي أينما كنتم وأيما كنتم ويدوم فيكم ويا هلا بطش ورش والبيض لمفقش سعودي مسيحي مش سعودي مسلم ولا سعودي سني ولا سعودي شيعي لكن سعودي مسيحي تعرف على السيد المسيح وآمن به فخرج من ظلمات الإسلام إلى نور السيد المسيح جرب محبة المسيح وأدرك نعمته وانطلق يدعو أهله بكل محبة للدخول معاه إلى فرح سيده المسيح سعودي مسيحي مش اسم برنامج لكنها حقيقة تمثلي وتمثل الآلاف من إخواني في السعودية وخارجها وكلنا نفتخر فيها فبالأمس القريب كان مجتمعنا السعودي ومع إننا نادر جداً لكن ممكن بين فترة بعيدة والثانية ينصدم بخبر شافه أو اسمعه عن واحد سعودي صار سني سعودي سني صار شيعي أو سعودي شيعي صار سني أو يمكن سلفي صار صوفي أو صوفي صار سلفي لكن يجي اليوم اللي نسمع فيه عن واحد سعودي يترك الإسلام ويتحول للمسيحية فهذا أمر بعيد جداً ويصعب علينا تصديقه أو حتى تصوره بل ويعتبر ضرب من ضروب الخيال شلون سعودي ومسيحي ما تركب أصلاً لازم وأكيد في شيء غلط نشعر إن أمر مستحيل وغير منطقي ومش ممكن تقبله خاصة في مجتمع منغلق على نفسه ومعروف بتشدده الديني وتمسك الشديد بالعادات والتقاليد وتعلقه المطلق بالقبيلة ودفاع عن سمعتها بنفسه وماله وكل ما يملك مجتمع يرى فيه العالم صورة الإسلام الحقيقي وإن مثال وقدوة حسنة لكل المسلمين في العالم أرض التوحيد وقبلة الإسلام والمسلمين ومرقد سيد المرسلين وفيه تطبق شريعة الدين الحنيف ويلقب ملكهم بخادم الحرمين الشريفين وحتى الجنسية لا تمنح إلا للمسلمين وطن مش مهم في شيء بقدر أهمية الإسلام فكل سعودي مننا كبر وتربى وتعلم وتنفس وطبق وعاش الإسلام إسلام في البيت وإسلام في الشارع إسلام في المسجد وإسلام في المدرسة إسلام في الإعلام وإسلام في الملاعب يعني كل حياتنا صارت إسلام في إسلام بالإسلام نتعامل وبالإسلام ناكل وبالإسلام نشرب وبالإسلام نشوف وبالإسلام نسمع وبالإسلام نحب وبالإسلام نكره وبالإسلام نقطع الأيادي ونجدد الظهور ونضرب الرقاب وحتى الحمام عزكم الله ندخله مثل ما علمنا الإسلام أذكار في الصباح وأذكار في المساء قرآن وتجويد ثقه وتوحيد حديث وتفسير سيرة وصور من حياة الصحابة والتابعين وثقافة إسلامية وحتى مواد العربي والعلوم صارت عندنا في السعودية مواد دين أوقات الصلاة عندنا إعلان عام لحظر التجول وفي رمضان مثلا كل شيء توقف عن الحركة وتصاب حياتني بالشلل التام فلا إنتاج ولا عمل ولا حياة ولا رزق ولا طاقة ولا حتى أخلاق يعني الإسلام هو كل شيء في حياتنا وإحنا مسجونين داخله سواء بكيفنا أو أصف عنا ومن ناحية ثانية فكل شيء مسيحي مضطهد وممنوع عندنا فغير مسموح مثلا ببناء كنايس على أرضنا والإنجيل ممنوع يدخل بلدنا فلا صلاة مسيحية ولا ترانين ولا تبشير ولا حتى احترام لا للمسيحية ولا للمسيحيين فهمونا أن المسيحية دين منسوخ وعقيدة فاسدة وكتاب محرف وإيمان باطل وشعب ظل وحاقد علينا فالمسيحيين أعداء يكيدون لنا وخططون لدمارنا ومستحيل يحبونا وحتى يرضون عننا مهما فعلنا لهم فحطناهم في خانة الأعداء وتربينا على كرمهم وصار الدعاء عليهم جزء من صلاتنا وثقافتنا اللهم دمرهم اللهم نشف الدم في عروقهم اللهم رم النساءهم ويتم أولادهم اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأضعف الإيمان أنك تصلي 17 مرة في اليوم عشان ما تكون واحد من المغضوب عليهم ولا تضلين والنتيجة أننا قطعنا كل جسور التواصل بيننا وبين المسيحية والمسيحيين فكيف بنعرفهم أصلا أو كيف أو شلون بنتعرف على حقيقة السيد المسيحي فعلا شيء صعب وغير منطقي أبدا يكون فيه مننا ولو سعودي مسيحي واحد فما ألوم أي إنسان يشوف أمر مستحيل وصعب تصديقه لأنه فعلا صعب جدا يوصل لنا النور وإحنا محاصرين وفرحانين بالظلمة لكن إلهنا المحب رب السماوات والأرض له كل المجد مستحيل يترك نفسه في السعودية بلا شاهد ومستحيل يترك شعب اللي يحب فيتيه وضياء بعيدنا فأعلن نفسه وسطهم بكل قوة ومجد وفرح وسلطان سطرتها ألاف القصص والاختبارات اللي تتكلم عن محبة إله لشعبه في السعودية وإذا كانت الحكومة السعودية قدرت تبعدنا عن السيد المسيح فمش في استطاعتها ولا في مقدورها أبدا أن تبعد السيد المسيح عنه وإذا كان بالأمس مستحيل نشوف سعودي مسيحي واحد فاليوم ومع إشراقة كل يوم جديد يخلص السيد المسيح نفوس جديدة في السعودية وبأعداد تفوق الوصف منه اللي يدور عن الأمان ومنه اللي يدور عن السنام ومنه اللي محتاج للمحبة ومنه اللي محتاج للشفاء ومنه اللي يبحث عن إله ومنه اللي يبحث عن نفسه واللي ناقصه شيء ما يعرفه لكن كل اللي لقينه ضلتنا في شخص السيد المسيح عرفناه وعرفنا الأمان عرفناه وعرفنا الأمل عرفناه وعرفنا السلام عرفناه وعرفنا مشاعر جديدة وحقيقية أول مرة نجربها أو نشعر بيها مشاعر المحبة مشاعر الرحمة مشاعر المغثرة مشاعر الحطاء مشاعر الوفاء مشاعر الإخلاص فأنت مستحيل تعرف السيد المسيح وتكرار مستحيل تعرف السيد المسيح وتحقد مستحيل تعرف السيد المسيح وتنتقن مستحيل تعرف السيد المسيح وتضم مستحيل ثم مستحيل تعرف السيد المسيح وتقتل مستحيل يدخل الشر في قلب يسكن فيه السيد المسيح وعشان كده بعنا العالم واتبعناه مستحيل نتنازل عنه أو نعيش بدونه مهما خسرنا ومهما عنينا ومهما اضطهدنا ومهما قالوا عنا فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه فلسنا إلا سعودين عديين مارسوا حقهم الإنسان في السؤال والاستفسار والبحث عن الحقيقة والتعبير عنها والأهم من هذا كله حقهم الطبيعي في اختيار الإله اللي يعبدونه وتطمئن له قلوبهم منا من استشهد ومنا من سجب ومنا من عذب ومنا الممنوعين من السفر ومنا المراقبين ومنا من تركوا أرضهم واضطروا للهجرة والحياة في الغربة لكننا قبلناه بكل محبة وصبر ورضى نفسه وأحب هنا أوضح أن المسيح ما خدعنا ولا وعدنا بغنائم أو مال وحور حسان إذا قبلناه لكنه قال وبكل صراحة إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني فحملنا صليب نحال نحال كل أخوان للمؤمنين بالسيد المسيح ومشينا وراه بدون خوف أو تردد سعيدين مطمئنين إننا معاه وإذا كان الله معنا فمن علينا وإذا كنا خسرنا الكثير فقد كسبنا خلاص المسيح والحياة معاه فكل شيء نفاية مقابل معرفة السيد المسيح ما تركن الإسلام وقبلنا المسيح لأننا جهلة ومش فاهمين ومضحك علينا مثل ما تسمعون لكن بعد بحث وتحري واستفسار واكتشاف حقائق صادمة احنا أول من عانى منها متألم بسببها ولا تركن الإسلام عشان فلوس وحريم مثل ما يقولون فكل هذا كذب وافتراء عاري عن الصحة والحقيقة إن الكثير مننا ترك وظائف مرموقة وقبل بوظائف أقل منه بكثير بسبب إيمانه واعتقاده في السيد المسيح وصدقوني مستحيل تشوفون مسلم عاقل واحد هدفه يدور وراء وساعة الصدر والحريم يترك الإسلام اللي عطاه الحق يتزوج وحده وثنتين وثلاث وأربع ويطلق براحته ويبدل في زوجاته مثل ما يبدل سيارته أو جهاز موبايله ويختار يعيش حياة قداسة مع زوجه واحدة بس مثل ما فهموكم فكل ما يقال عنه كذب وغير الحقيقي لكن مثل ما قال المسيح طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كذبين تهللوا وافرحوا تهللوا وافرحوا فإن أجركم عظيم في السماوات صدقوني إن القرار ما كان سهل أبدا ولا فيه واحد مننا اختار يخسر أهله وناسه ويعيش حياة الغربة والاضطهاد لكن هم ما فيه أحد عاقد ممكن يقبل يخدع نفسه ويساوم على آخرته وأبديته ونشكر السيد المسيح اللي منحنا القوة والشجاعة في اتخاذ هذا القرار الصعب والمصيري ومع صعوبة إعطاء أرقام دقيقة لأعداد المسيحيين السعوديين بسبب الملاحقة الأمنية والاضطهاد والحكمة لأن بعض المصادر الموثوق فيها مثل World Christian Database فسجلت وجود أكثر من 13 ألف سعودي معتنقين للمسيحية وكذلك رصدت دراسة أجرتها جامعة سانت ميري الأمريكية نشرتها سنة 2015 وجود أكثر من 60 ألف سعودي مسيحي يمارسون الشعار المسيحية سرا داخل السعودية وإن كنت أعتقد شخصيا وبناء على معطيات شفتها وعرفتها واختبرتها إن العدد ممكن جدا يكون أكبر من كذب كثير لأن الشيء المؤكد واللي ما في شك أبدا هو أن المسيحية تنتشر في السعودية بشكل واسع وسريع جدا مما استدعى من الحكومة السعودية أن تشد ضغطها وملاحقتها ومراقبتها للسعوديين والمسيحيين وأكرر لولا الملاحقات الأمنية وظروف التعتيم والاضطهاد لصدم العالم كله بأعداد السعوديين المسيحيين فتأكد أخي المشاهد في السعودية بالذات أنك وإنت جالس تتفرج عليها الآن إن في حولك سعوديين المسيحيين عايشين معك وتتعامل معهم وممكن جدا يكون موجود بين أسرتك واحد سعودي مسيحي تعرف على المسيح وقبل خلاصة وآمن فيه ومش بعد أنت عزيزي المشاهد شخصيا تقبل السيد المسيح لو عطيت نفسك فرصة وتعرفت عليه وقبلته في حياتك سعودي مسيحي برنامج أعلن فيه إننا موجودين سعوديين مسيحيين منكم وفيكم مؤمنين بالسيد المسيح أفراد وجماعات رجال ونساء بدو وحضر سنة وشيعة مواطنين عاديين قبلوا خلاص السيد المسيح ونعمته وسلموا حياتهم بكل محبة ورضا واطمئنان سعوديين مسيحيين من الشرقية ومن الغربية ومن الجنوبية ومن الشمالية ومن الرياض ومن جدة ومن المدينة وحتى وسط مكة في اليوم سعوديين يشهدون للسيد المسيح عرفوا المسيح فغير المسيح قلوبهم وحياتهم وملائهم أحبوا ورحمة أختاروا أن يسلموا حياتهم ويتبعوهم سعوديين منكم وفيكم يحبون أهلهم وناسهم وكل الناس مواطنين حقيقيين ومش خاونة أو مندسين أو عملاء أو مثيرين فتن بالعكس يحبون وطنهم ويصلون له بالبركة ويتمنون له كل خير وتطور وأمن وازدهار ومستحيل يوقفون مع أي أحد مهم من كان ضد بلدهم جمعتهم محبة المسيح ورحمته بدون تعصب ولا كره ولا تكبر ولا حسد ولا ضغيلة في سعودي مسيحي بتكلم وبقول ليه تركت الإسلام وإيش لقيت في المسيحية وكيف تغيرت وكيف ممكن أنت بعد تتغير لو تعرفت على السيد المسيح وفي الختام دعونا نصلي لله قائدين أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين لما الآن فسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع ونعمة ربنا يسوع المسيح وحبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم آمين مع السلامة وأشوفكم في الحلقة القادمة على خير وفي أمان المسيح أحبتي بالمسيح يا ألف مرحبابكم في فقرة جديدة من روائع المسيح واليوم هنتكلم عن موقف المسيح عن قصة لما شفى المريض حق بركة بيت حسدة خلنا نقرأ هذه الآيات المباركة سوا الآيات تقول وبعد هذا كان عيد اليهود فصعد يسوع إلى أرشاليم وفي أرشاليم عنده باب الضان بركة يقال لها بالعبرانية بيت حسدة لها خمسة أروقة في هذه كان مضجع جمهور كثير من مرضى وعمي وعرج وعسم يتوقعون تحريك الماء لأن ملاكا كان ينزل أحيانا في البركة يحرك الماء فمن ينزل أولا بعد تحريك الماء يكون يبرأ من أي مرض اعتراه وكان هناك إنسان به مرض منذ ثمان وثلاثين سنة هذا رآه يسوع منضجعا وعلم أن له زمنا كثيرا فقال له أتريد أن تبرأ أجابه المريض يا سيد ليس لي إنسان يلقيني في البركة متى تحرك الماء بل بينما أنا آت ينزل قدامي آخر قال يسوع قم احمل سريرك وامشي فحالا برئ الإنسان وحمل سريره ومشي وكان بذلك اليوم سبت هذه الآيات من يوحنى واحد الآيات من خمسة إلى تسعة هذا الرجال مريض له ثمانية وثلاثين سنة وهو كل يوم جالس عند البركة يستنى لما تتحرك علشان ينزل علشان ينشفه لكن كل مرة تتحرك الموية كان يلحق ينزل بها ويسبقونه ناس المرضى اللي يقدروا يمشوا أو اللي لهم أحد يساعدهم لكن لما جاء المسيح لهذا المكان كان يوم سبت وحسب تعاليم الشريعة ما يجوز العمل يوم السبت عند اليهود زي ما هو معروف إيش سوى المسيح؟ المسيح ناظر هذا الرجال وسأله سؤال بسيط قال له أنت تبي تنشفي؟ يعني الجواب بسيط إيوة ولا لا؟ رح هذا الرجال قاعد يلف ويدور ويقول للمسيح يا سيد ما في أحد يساعدني علشان أنزل للبركة يا أخوي مش هذا هو الجواب المسيح يقدر يشفيك حتى بدون أنك تنزل حتى البركة بس أنت تبي؟ ولا لا؟ المسيح يبي الكل يخلص ويدخل الملكوت لكن هل أنت تبي؟ لا تقول بكرة أفكر أو إيش بيصير لي لو آمنت بالمسيح اليوم أنت تبي الملكوت ولا لا؟ إذا أنت تبي المسيح هم بعد المسيح يبغاك اليوم تكون معه المسيح يقول لك شيل سريرك ومشي أنت يا محمد وعبد الرحمن وعلي ومتعب ومشعل وماجد وعبد العزيز وأنت يا حصة وروتانة وسلمة وعبير وموضي ومهة وعفاف وعواطف وهيفة وتهاني تبغوا تنشوفه اليوم؟ تعالوا للمسيح وقول معي يا رب أنا أعترف لك إني مريض وما عندي أحد يساعدني أنزل البركة ما عندي أحد غيرك يا رب تعالي اليوم وش فيني؟ يا رب أنا أبي أكون معك في الملكوت إلى الأبد بالمسيح يسوع آمين